بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسؤال من صاحبة حساب فضيلة أو تقريباً اسمها فضيلة بتقول هل يمكن للمرأة الحامل اللي عندها مشيمة أمامية التي موضعها على منطقة خروج الطفل إنها تلد ولادة طبيعية وما هي النصائح التي يمكن أن تعطيها للحفاظ على صحة الطفل والأم في حالة إذا لم تتحرك المشيمة من موضعها وما مدى خطورتها ابتداء من الأسبوع وعشرين من الحمل المشيمة الأمامية كل ما عليك فعله هو المتابعة بالصلاة المشيمة لا يتغير موضعها يعني المشيمة مش حاجة بتتحرك المشيمة نبتت في مكان هيفضل هذا المكان هو مكانها إلى نهاية الحمل طيب هل ينفع ولادة طبيعية؟ هذا الأمر غاية في الصعوبة وفي خطورة على الطفل إذا تمت ولادة طبيعية وكانت المشيمة هي التي تقابل الخروج ففي حال إن المشيمة مغطية فتحت أو قناة الولادة هناك صعوبة شديدة في إجراء عملية إجراء ولادة طبيعية فهنا في هذه الحالة هي بتكون ولادة قيصرية المخاطر مش عايزك تفكر في أي خطورة طالما نحن هناخد قرار الولادة القيصرية في هذه الحالة وهذه الأمور عادية جداً بتحصل لي كتير جداً وبتعدي عادي جداً وما فيش أي مشكلة هتحصل لها لحضرتك ولا لجنين كل ما في الأمر هو أن يتخذ الطبيب ممكن يكون مثلاً فجأة حصلت لك أعراض طلق مثلاً واللي دخل يولدك ما يعرفش أنا بفترض يعني ما يعرفش إن عندك ماشي مأممية هنا هتكون الخطورة فلذلك تملي تابعي مع طبيبك الخاص واتبعي تعليماته فيما تخص نوع الولادة اللي هيقررها وهي في الغالب هتكون ولادة قيصرية أشكرك